السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم شيوة حليمة قوحمن اليوم كنقدم لكم هالطبق السبانيخ يعني لزيبيناء على طريقة البقولة كي يجي رائع والديد نمشي الطريقة من نسبة للسبانيخ هنا اخديت خمسة الحزمة تغسلتهم بزيان وسقطرتهم قطعتهم يعني قررتهم ودرتهم فكس كاس والماء درتهم في البرماء كي يغلق زيت واحد خمسة حتى تزيت التومات مع معلقة للملحة التومات كتكون ساينة كيشتو كان حرقو الملحة ديانا مع السبانيخ ديانا وكان غرصو دوك التومة يعني في الدائف هذا باش يطيبو يعني نديرو بالتحت كان سدو على البرماء ديانا حتى كيف تفور السبانيخ ديانا من بعد كنخليوها تسقطر مزيان وكان وضعوها في مقلة كان ناخدو ديك التومة اللي طابت كان معسوها مزيان كنضيفو معلقة الهريسة صغيرة معلقة تحميرا وملعقة الكامون ما كنزيدوش الملحة لحقاش الملحة اضفناها في الاول من بعد كنخليو تاكي تشحر شوية مزيان وكنضيفو واحد حنس كاس زيت زيتون ونصف كاس صغير ديال العاصر حامضة اه كنشحروا العاناصر مزيان يعني كنشحر ديك السبانيخ ديانا كتشحروا مع مع التوابي من بعد كنضيفو الزيتون يعني الزيتون اه كيف ما بغيتو يعني الخضر ولا الحمر اه يعني سياري اه كنضيفو الحامض اه مسير كنحيدو لتدك البديالو وكنضيفو واحد ثلاثات المعالق ديال القصبرو مع الدنوس كنشحروا الكل يعني كيتشح كيتخلط كل العناصر مع بعض دياتهم وكنتفعو عليها يعني يراها كتجي رائعة ولدي اذا يعني في المعضة قديالها ما تشبعوش منو انا من محبينا السبانيخ كي عجبني في هاد الوقت سيغطو في هاد الوقت البرد انتمنى تعجبكم الطريقة وانتمنى تعملولي لايك وتشاركوني القناة ديالي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته